يؤت الحكمة من يجاء ومن يؤت الحكمة فقد اغتيا خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أخواني المشاهدين ومشاهدات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول بداية في هذه الحلقة جاء الإسلام ليكفكف النزوات ويمنع العجلة في التصرفات ويقطع دابر الندم وليقم أركان المجتمع على الفضل وجودة الخلق وحسن العواقب يهيئ سبل الاستقرار ولن تتحقق هذه الغاية إلا عندما يهي من العلم النافع والعقل الراشد والتدين الصحيح وحينما يبتعد الإنسان عن الجهل ويبتعد عن الظلم ويبتعد عن ويبتعد عن الغضب أقبل رجل ونفسه متشوقة وفؤاده متطلع وكله آذان صاغية أقبل إلى من؟ أقبل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المعلم الأعظم والمربي الأكمل إلى من أوتي جوامع الكلم أقبل إليه اختصر الرجل الكلام اختصره اختصارا يريد موعظة بليغة من النبي عليه الصلاة والسلام ويريد وصية جامعة وصية مانعة ويريد كلمة نافعة تنفعه في هذه الدنيا وفي الآخرة فناجى النبي صلى الله عليه وسلم ناجاه في أدب وفي احترام وفي تطلع وترقب ينتظر من النبي عليه الصلاة والسلام رده قال يا رسول الله أوصني اختصر قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب شوف الوصية كلمة وحدة لا تغضب استمع الرجل وهو لا يزال حانيا رأسه مرخيا سمعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع بقية الوصية لعلها تكون جمل وكلمات وتكمل لهذه الموعظة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف عند هذه الكلمة ولا يزيد عليها شيئا فيكرر الرجل طلبه مرة أخرى يا رسول الله أوصني قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب فردد مرارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب كلمة واحدة قال ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة قيل لعبد الله بن مبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال رحمه الله ترك الغضب اجمع لنا هذه الكلمة وحسن الخلق في كلمة واحدة قال رحمه الله ترك الغضب أخي المشاهد اخت المشاهدة إن الغضب يجمع الشر كله فهو مفتاح الفتن وهو مفتاح الآثام وهو بريد التفرق وبريد الانقسام ويستدل أخي الكريم على الغضب في ضعف العقل وضعف الإيمان وكم جرى الغضب من المآسي وكم جرى من الويلات ليس فقط على الأفراد بل على الأفراد وعلى المجتمعات لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول الغضب جنون وآخره إيش آخره ندم فعلا إذا الإنسان غضب وفي حالة جنون قد يتهور ويأتي بما لا تحمد عقباه ثم يندم على هذا الفعل فكم من شخص بسبب لحظة غضب تعجل فهدم أسرته وشتت شمل أسرته بطلاق وهذا حادث كثير وكم من شخص بسبب تلك اللحظة العصبية وهو في حالة الغضب هدم كل عناصر الود وكل عناصر الصداقة سواء كانت مع صديق أو مع صاحب أو مع زوج أو مع قريب وكم من شخص بسبب الغضب قد تطاول على والديه وتلفظ عليهم بأبشع وأشنع العبارات وكم من شخص أخي المشاهد بسبب الغضب جر على نفسه بل وعلى مجتمعه وكذلك بعجلته في غضبه جر على هذا المجتمع مآسي وأحزان أقول أيها المشاهد إن النفس إذا اشتعلت غضبا عميت عن الرشد وصمت عن الموعظة مع أن الغضب من الأمور الفطرية التي ركبها الله سبحانه وتعالى في طبع البشر ليدفع الإنسان الأذى عن نفسه لكن نتكلم عن الإفراط المذموم في هذه الصفة إن الإفراط المذموم في هذه الصفة يخرج الإنسان عن حد الاعتدال ويحمله على التجاوز عن الحق وعن الصواب لذلك أخواني الكرام جاءت الشريعة مهذبة لهذا الخلق خلق الغضب داعية إلى التحلي بالصبر داعية إلى التحلي بالصبر والحلم وكضم وكضم الغيظ فقد امتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم هؤلاء العبادة الذين يملكون أنفسهم عند الغضب بل وأعلى من ذلك يغفرون ويصفحون ويحلمون ويعفون عمن أخطأ عليهم قال سبحانه وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين في كظم الغيظ عظيم الأجر والثواب والله سبحانه وتعالى وصف من كتم غضبه وعفى بالمحسنين ويكفي هذه الصفة تقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يحب يحب المحسنين روى الترمذي وأبو داود عن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء شوف الإنسان إذا استطاع أن يكظم هذا الغيظ وهو قادر على أن ينفذ ما استطاع من أمر في من أخطأ عليه خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحور ما شاء وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة ويربيهم على هذه الخصلة العظيمة الكريمة في كظم الغيظ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الرجل الشديد والفارس الشجاع ليس ذاك الرجل الذي يسرع الرجال ولا يسرعونه ولكن الشديد القوي الشجاع هو الذي يملك نفسه عند الغضب ويكتم غيظه ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شوف ليس الشديد الذي يسرع الناس ويغلبهم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إذا مسكت نفسك عند الغضب أنت هنا تتصف بهذه الصفة العظيمة صفة الشجاعة ويعزز النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ في حيات صحابته رضي الله عنهم يعزز هذا الأمر عمليا وفعليا فقد روى البزار بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يسطرعون بينهم مصارعة فقال ما هذا قالوا فلان ما يصارع أحدا إلا صرعة أحد شجاع قوي لا يصارع أحد إلا صرعة قال عليه الصلاة والسلام منبها شوف يوصل الصحابة إلى الآخرة قال أفلا أدلكم على من هو أشد منه شون منه أشد منه ما حد يصرعه قال عليه الصلاة والسلام رجل شوف سبحان الله النبي يوجه هذه الصحابة إلى الأخلاق قال رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه هذا الإنسان القوي وروي عن ذي القرنين رحمه الله أنه لقى ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزدد به إيمانا ويقينا قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت وضعفت وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا هذه الصفات التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم صفة كظم الغيظ والبعد عن التنفز والبعد عن الغضب لأنها تربية للنفس وهي كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب فلابد أخي المسلم أخي المشاهد إختي المشاهدة إذن تدبك مثل هذه الصفة أن تصبر وتحتسب وتكظم غيظك تكظم غيظك لله سبحانه وتعالى أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات فاصل قصير ونعود إليكم نستكمل هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن كظم الغيظ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني المشاهدين ومشاهدات عدنا لكم في هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن صفة عظيمة وهي كظم الغيظ والبعد عن الغضب وعن الحقد وعن الانتقام وعن حب النفس لاستعلاع على الغير أقول أخي المشاهد اختي المشاهدة على المسلم المشفق أن يحتسب الأجر والثواب على كظم غيظه يحتسب الأجر من من؟ من الله سبحانه وتعالى وأن يجعل يوم القيامة نصب عينيه ويتق الله في نفسه وفي إخوانه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اتقى الله لم يشفي غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون يعني الإنسان لو ما في حساب ولا في عقاب كان انتقم لنفسه وانتقم لغيظه وانتقم لغضبه ولكن هناك يوم يحاسب الإنسان فيه فاجعل مثل هذه الأمور عهدة لك وحسابا لك ليوم القيامة تزدد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى لعلنا أيها المشاهدون نلمس مثلا تطبيقيا أو مثالا تطبيقيا لهذه الصفوة في كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمير المؤمنين يعني ما في فوق أحد ساد العرب والعجم في وقته رضي الله عنه وفي مجلسه وبين أصحابه وبين جلسائه يدخل عليه أحدهم واحد عادي يدخل على عمر فيقول هيه يا بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل شوف كلمة عظيمة لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل وهو أمير المؤمنين وهذا إنسان عادي يدخل عليه في مجلسه ويقول لهذا الكلام فغضب عمر حتى هم به فقيل يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا الذي تفوه عليك وإن هذا من الجاهلين والله يقول راوي هذه القصة والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله شوف وقف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أعرض عن هذا الرجل مع أنه اشتد غضبا لكنه مسك غضبه وكتم غيظه رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال ادفع بالتي هي أحسن أحسن أي الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا فإذا فعلوا عصمهم الله سبحانه وتعالى وخضع لهم عدوهم انظر أخي الكريم وخضع لهم عدوهم الله سبحانه وتعالى ينصرك والله سبحانه وتعالى ينتقم لك أقول إن كظم الغيظ له أجر عظيم وله أثار جليلة روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا انظر أخي الكريم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد لماذا كظمها ابتغى وجه الله فهذه دعوة إلى الإنسان أن يكظم هذا الغيظ ويبتغي بها وجه الله وشوف من الأجور والحسنات يوم القيامة وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا كيف نعمل في مثل هذه المواقف كان يقول اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا أن يتساوى الإنسان في حال غضبه وحال رضاه أخي المشاهد إن من الغضب ما يكون محمودا بل واجبا وهو الغضب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدفع الأذى عن الدين ولم يكن عليه الصلاة والسلام وهو المعلم يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرومات الله سبحانه وتعالى فينتقم ويغضب كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وجاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يدمر قرية من القرى فقال يا رب أن فيها عبدك الصالح فلان فقال تعالى به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه مرة من أجلي إذن الغضب لله سبحانه وتعالى مطلوب ولكن للنفس فالإنسان لا بد أن يترك مثل هذه الصفات أخي المشاهد أختي المشاهدة إن لتسكين الغضب أسباب وأمور تعين العبد على الاتصاف بمثل هذه الصفة وصفة الحلم وكذلك صفة كظم الغيظ ومن هذه الأسباب أول هذه الأسباب التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم فأنت أول ما تغضب لا بد أن تتعوذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام استبّى رجلان عند النبي والصحابة جلوس عنده عليه الصلاة والسلام وأحدهما يسب صاحبه وهو غضبان قد حمر وجهه فقال النبي عليه الصلاة وهذا تطبيق عملي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها أي هذا الغضبان لذهب عنه ما يجد من الغضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن إذا غضبت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هذه الأسباب التي تدعو إلى كظم الغيظ ودفع الغضب معرفة أن الغضب من الشيطان كما جاء في الحديث أنه من الشيطان فلا يغلبنك يا عبد الله الشيطان فتغضب ثم تكون عاقبة غضبك وخيمة ومن هذه الأسباب السكوت فعند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى من أصابه مثل هذه الصفة صفة الغضب الغضب أن يسكت ذلك أن الغاضب إذا تفوه بكلمة فتتبع هذه كلمة كلمات تحسب عليه وتؤدي أحيانا إلى هلكته في دينه وفي دنيا فكان حري به أن يسكت ومنها أيضا الوضوء إذا قلنا أولا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ثم معرفة أن هذه من صفات الشيطان ثم السكوت ثم الوضوء فقد روى أبو داود عن عطية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فالإنسان عليه إذا غضب أن يقوم بعدما يمسك نفسه ويتعوذ من الشيطان ويسكت أن يتوضأ حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما في نفسه من الغضب ومما يعين أخي المشاهد على كظم الغيظ ودفع الغضب أن يغير الإنسان من هيئته فقد روى أبو داود عن أبي ذرن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع إذن إذا كان قائم يجلس وإذا كان جالس فليضطجع طيب لم يذهب عنه الغضب بعد هذه التغيرات في الهيئة من جلوس واضطجاع ووضوء وغيره نقول فلينتقل من مكانه إذا كان هو في البيت يخرج من البيت إذا كان في مجلس يخرج من هذا المجلس ينتقل من مكان إلى مكان آخر وهكذا إن كان في المنزل فليخرج وإن كان في العمل فليترك وإن كان في مكان عام فليترك هذا المكان حتى يهدأ ويذهب عنه الغضب وحتى لا يتهور وتكون عقبة هذا الغضب وخيمة ختاما أيها المشاهدون لا يسعوني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلات ويغفر لنا الخطايا ويغفر لنا الهفوات اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستودعكم الله على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يؤت الحكمة من يجاء ومن يؤت الحكمة فقد اؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة